مجلس النواب مجلس الشورى رئيس وفد الشعبة البرلمانية المشارك في اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي وسعدت النائب عبد النبي سلمان أحمد النائب الأول لرئيس مجلس النواب نائب رئيس الوفد حيث تم إطلاع معالي رئيس مجلس النواب على نتائج مشاركة الوفد البرلماني وإعلان جنيف واللقاءات الثنائية وإبراز إنجازات مملكة البحرين في جميع المجالات التنموية وتأكيد موقفها الثابت والراسخ في دعم القضية الفلسطينية والسلام في المنطقة وأشد معالي بما حققته مشاركة وفد الشعبة البرلمانية من نتائج مثمرة في أعمال الجمعية الثامنة والأربعين بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي والحضور والمشاركة في أكثر من ثلاثين اجتماعا وورشة عمل في الجمعية العامة للاتحاد مثمنا معالي حرصة واهتماما معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى في تعزيز وتفعيل مهم وعمال الشعبة البرلمانية ودعم دور الأعضاء والوفود المشاركة المشاركة في المؤتمرات والاجتماعات البرلمانية الإقليمية والدولية وفق منهجية العمل المشترك والتعاون البناء في السلطة التشريعية لما فيه خير وصالح الوطن والمواطنين